هم الحقيقة مواجهتين مش مواجهة واحدة انت على معايد مع مواجهة الاهلي والطلاعي عام بعدها خلاص زي ما قلت كده هنعتبره مجازاً بداية موسم او بداية مشوار موسم جديد هتلعب مع امبي ان شاء الله بإذن الله يوم السبت في كاس مصر وبالتالي والمواجهتين مع فرقتين تقال الحقيقة وبالتالي خلينا اتكلم الاول عن تقييم كابتن اشرف لمرحلة ما بعد انتهاء الدولي المرحلة اللي شهدت نوعاً ما يعني اشبه بمرحلة استعداد لبداية موسم جديد مقدرش اقول انها مرحلة اعداد كاملة متكاملة لا ما اعتقدش ان العيبة رياحت بالشكل الكافي دخول كمان عدد لا بأس بي انت بتكلم على اتنين افارقة بتتكلم على صفقتين حسام حسن وكريم فؤاد وبتكلم على عودة المعارين يعني تقريباً فيه فرقة كمان كاملة دخل على الفريق محتاجة وقت عشان تنسجم وتتأقلم ومحتاجة وقت عشان يوصل لها فكر ميستر بيتسو موسماني المطشين بتوع بيتروجيت والمقاولين اخبارهم ايه تأثيرهم على او يعني الناحية الاعداد في بداية موسم منطلاقة موسم جديد اخبارها ايه كل ده هنسمعه من كابتن اشرف طبعاً اللي بكرر ترحيب بيه في السادسة امارة تانية اهلا بيك اهلا بيك احناد اهلا بيك الفترة من انتهاء بطولة الدوري لبداية هو طبعاً الطلاق مطش الطلاق ده لكن الفطول الطلاق يتلعب في بداية الموسم اللي فات لكن خلص هنحسبه مجازاً بداية اطلاقة موسم جديد شايف ازاي فترة الاعداد ينفع سميها فترة اعداد وهل كانت كافية من وجهة نظرك ولا لا لا انا شايف ان هي فترة اعتقد انها كانت مهمة جداً جداً للنادي الاهلي اه وتحديداً لميستر موسماني لاني شايف ان الضغط النفسي والعصبي على الجهاز الفني وعلى اللاعبين في الفترة اللي فاتت في الموسم اللي فات ده كان اكبر بكتير جداً جداً من حجم الضغط البدني بمعنى انه انت بتشارك في بطولات ورا بعض متلاحقة ما بتلحقش تاخد حتى نفسك ومطلوب منك انك تاخد كل البطولات دي اي وبتخلص بطولة مفتولة انا كاسبان فتبقى عايز ترتاح وتفصل وده الطبيعي خلي بالك ده الطبيعي في كل الدنيا يعني بتشارك في بطولة يعني بتاخد نفسك بقى يعني انا حصلت على البطولة دي اخد نفسي كام يوم لا انت بتستعد بعدها مباشرة من نفس اليوم اللي انت اخدت فيه او حصلت فيه على البطولة دي لبطولة تانية وبالتالي الضغط النفسي تسمح لي اقف عند الجزائي انت كان في الجزائي المنتهلة قمية وده نقطة مهمة ان احنا نقول للناس الموضوع مش بس ضغط بدلي لكن يمكن الضغط النفسي والعصب كان اعلى واجبر بكتير تأثيره من الضغط البدلي